السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم درسنا جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك من القناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلك كلها جديد طبعا نذكر بالاشتراك ووضع عليك الفيديو من اجل دعمنا على القناة دائما نقدم الجديد باذن الله بشكل يومي نتكلم في هذا الفيديو عن مراجعة للقواعد في اللغة الانجليزية نأخذ عشر جمهة في هذا الفيديو نحاول ان نناقش الاجابات بشكل منطقي بحيث نستفيد كلمات جديدة وايضا اعرف كيف اختار الكلمة والقواعد بشكل صحيح باللغة الانجليزية دائما خلال التدريب والممارسة بتكون عندنا القواعد سهلة ودائما افضل طريقة لتعلم القواعد هي عن طريق الجمل ومعرفة كيف اختار واتدرب عليها اول جملة نبدأ فيها يو شود كلمة مفقودة هنا هوم ستريت اوي فرم سكول لاحظ يو شود يعني يجب عليك يتوجب عليك لاحظ هنا دائما بعد شود يأتي فعل هوم للمنزل ستريت لاحظة جي اتش لا تلفظ دائما عندنا جي اتش تي لا يلفظ جي اتش مثل عندنا لايت سايت مايت رايت اذا بهذا الطريقة ستريت يعني مباشرة اوي يعني مباشرة بعد انتهاء دوان مدرسي من المدرسة لاحظ يو شود دائما بعد شود يأتي الفعل بصيغة المصدر مثل عندنا كان كود شود وود ويل اذا دائما يأتي بعد الفعل بصيغة المصدر لاحظ كان بالماضي coming مضاف لها ing اذا مستبعدة اذا استخدم الفعل بصيغة المصدر بدون اي اضافة اذا استخدم he should come تصبح الجملة you should come home تأتي للبيت لكن لا نقول تأتي للبيت تعود للبيت come home straight away يعني مباشرة بعد الانتهاء from school من المدرسة نحفظ التركيب هذا straight away from amel likes space to the mall with her mother لاحظ تحب امل للمall with her mother مع امها لاحظ في عدنا drive driving طبعا الاية حذفناها وضفنا ing drove الماضي من drive قادة amel likes دائما من اشوف likes بيكون عدنا الفعل مضاف ing اذا كان عدنا like dislike hate enjoy اذا بعد هذه الكلمات الفعل مضاف ing اذا تصبح جملة amel likes driving to the mall with her mother he had any text messages for two days لاحظ had قبل ان يكون عدنا فراغ any text لاحظ text messages رسائل نصية for two days ليومين didn't لا اصلا نستخدمها لماذا؟ لانه بعد didn't يأتي الفعل بصيغة المصدر يعني يجب ان يكون عدنا have تصبح he didn't have اذا مستبعدا عدنا haven't hasn't في بداية الجملة عدنا he دائما مع he she it يكون الفعل بعدها يكون له is اذا استخدم hasn't اذا تصبح he hasn't had نسمى الزمن هذا present perfect اذا مضارع تام have و has والفعل بالتصريف الثالث لاحظ مصدر افعال الملك he have والتصريف الثالث منها والثاني هو had تصبح جملة he hasn't had any text messages for two days when عدل space فراغ ابراهيم it was very close but عدل won عندما عدل ابراهيم it was كان قريب جدا but عدل won لكن عدل ربح او كسب اللاحظ run مستبعدة لماذا لانه عندنا was بالماضي won ايضا عندنا بالماضي اسم past ريست و run عندما عدل ركض ابراهيم لانه نقول run اذا raised جاي من كلمة race يتسابق raised تسابقة when عدل ريست ابراهيم عندما تسابق عدل وابراهيم it was يعني كان السباق قريب جدا بينهم but عدل won لكن عدل ربح او كسب weave space three turtles turtle سلحفة three turtles ثلاث سلاحف on the beach على الشاطة this week اللاحظ weave هي اختصار ل we have يختصروا حرف h a بهذا الحال دائم بعد have و has الفعل بالتصريف الثالث اللاحظ c يرى اختصره الثامن so رأى اذا نستخدم seen weave seen three turtles on the beach this week you should your homework on time يعني يجب واجبك on time نحفظها on time في الوقت المحدد اذا نحفظها on time دائما بعد should يأتي الفعل بصيغة المصدر بدون اي اضافة اللاحظ doing في عدنا ing اضافة اذا مستبعدة عدنا done اتصر الثالث من do نستخدم اذا كان قبل الفعل have has لكن عدنا should اذا ايضا مستبعدة ضل عدنا do هي مصدر فعال العمل تصبح you should do your homework on time يجب ان تقوم بواجبك في الوقت المحدد you've space a sore arm for five days لخمسة ايام لاحظ sore arm بمعنى الم في الذراع لخمسة ايام لمدة خمس ايام اللاحظ you've هي اختصار لhave لدينا had have well have بعد هاف يأتي الفعل بالتصريف الثالث اذا نستخدم had لانه have بتصرف الاول لا نقول you have well have اذا هذا خطأ اذا نظل عندنا احتمال واحد هو had اذا تصبح you've had you've had a sore arm for five days i've to visit my cousin for three weeks اذا ان ازور ابنة عمي او ابن عمي for three weeks لثلاث اسابيع لاحظ i هي اختصار ل i have يأتي الفعل بصيغة التصريف الثالث want تصريف الاول wanting مضاف ing مستبعد اذا التصريف الثالث من want wanted اذا تصبح i've wanted to visit my cousin for three weeks دائما بعد have has يأتي الفعل بتصريف الثالث they have collected lots of ربش لقد جمعوا الكثير من الزبالة والأوساخ the project اذا المشروع اذا لاحظ the project جمعوا نريد نقول للمشروع نستخدم for to on اللحظ to إلى on على for ل او لأجل اذا نستخدم for the project they have collected lots of rubbish for the project اذا لاحظ it space difficult for the plane to take off today يعني انه صعب للطائرة او على الطائرة to take off and to today اليوم لحظ لدينا was are am طبعا نعرف انه i يأتي مع am i am انا اكون كل الانجليزية كمان اعلم am استخدمها اذا كان قبلها i i am اذا am مستبعد لدينا are ايضا يكون تأتي مع we you they we are you are they ايضا مستبعد وايضا are وايضا مع الفاعل بحالة الجمع لكن الفاعل لدينا it من الصعب ان نقول it are ايضا are مستبعدة ظل لدينا احتمال وحيد هو was ان تصبح جملة it was difficult يعني كان من الصعب على الطائرة ان تقلع اليوم كما نعلم am is الماضي منها يكون was are الماضي منها where ويكون التصرف الثالث من افعال كون هو been الحب يرجع القناة بشكل مفصل موجود شرح عن افعال الكون واستخدام ها باللغة الانجليزية ويكون لدينا بحالة المصدر be يعني دائما بعد well بعد should بعد have to اذا استخدم be بصيغة المصدر هذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن مراجعة عشر جمل في اللغة الانجليزية تكلمنا بعض الملاحظات كيف اختار الاجابة الصحيحة باللغة الانجليزية بحيث استطيع ان اختار الكلمة القواعدية الصحيحة وايضا اطور من لغتي في اللغة الانجليزية اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته